اشترك في قناة ريوش تيفي وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد اولا باول الابراج تكشف هذه هي الطريقة التي يخرج بها مواليد كل برج اجمل ما يتسم به الاخرون يملك عدد من الاشخاص قدرة كبيرة على اخراج اهم واجمل خصال وصفات الاخرين كما يوجد عدد من الاشخاص ذوي التأثير المعاكس تماما بحيث يخرجون اسوأ ما في داخل الاخرين وهنا ستكون العلاقات سيئة للغاية سواء مع الشريك او الاصدقاء او العائلة وعلى العموم فان مواليد جميع الابراج يملكون الطاقة والقدرة على اخراج افضل واجمل السمات التي يملكها الاخرون ويعود السبب في ذلك لان مواليد جميع الابراج يملكون الطاقات الايجابية المؤثرة على الاخرين من خلال هذا الفيديو سنقدم لكم اهم السمات الايجابية لمواليد كل برج على حدة والتي تظهر اجمل ما يملكه الاخرون تابعوا معنا برج الحمل يمتاز مواليد برج الحمل بشجاعتهم وبرعاتهم في الحديث بالاضافة الى صخبهم حتى حدود معينة كما انهم يملكون القدرة على ان يجعل الاخرين يشعرون بالثقة بانفسهم وذلك لانهم يتصرفون على طبيعتهم الواثقة من نفسها فمواليد هذا البرج لا يهتمون لاي احد او لاي شيء وهذا ما يجعل المحيطين بهم يستمدون طاقتهم واثقتهم بالنفس من تواجدهم برفقة الحمل وبالتالي نجدهم يتصرفون بكل حرية واثقة بالنفس في العلاقات العاطفية فان مواليد برج الحمل لا يخرجون الجوانب الايجابية من نصفهم الاخر وحسب بل يساعدونهم كذلك على اظهار صفاتهم الثابتة وعلى عدم تقبل الظلم من اي انسان اما في علاقات الصداقة فسنجد ان الاخرين سيظهرون اخلاصهم ووفاءهم للحمل وذلك كرد فعل اتجاه وقوف مواليد برج الحمل الى جانبهم ومساندتهم طوال الوقت برج الثور ان مواليد برج الثور من نوعية الاشخاص الذين يفضلون العزلة حتى حدود معينة لكنهم بذات الوقت لا يستسلمون بسهولة فهم يخرجون من الاخرين جانبهم الصامت والمتحفظ بالاضافة لعملهم بجد وفعالية في سبيل تحقيق اهدافهم وبالتالي هم يعتبرون قدوة لكثير من المحيطين بهم الذين يحاولون الاحتذاء بهم وفي علاقاتهم العاطفية يظهروا مواليد هذا البرج عزمهم وحماستهم التي تدفع الشريك لبذل كامل طاقاته ليتطور على الصعيد العملي والمهني كما انهم يعلمون الشريك الصبر والتمهل اما في العلاقة مع الاصدقاء فان اظهار مواليد برج الثور لجانبهم الثابت والمستقر سيجعل المحيطين بهم يشعرون بالهدوء والامان برج الجوزاء يمتاز مواليد برج الجوزاء بثقافتهم العالية ومعرفتهم الواسعة للكثير من الامور وعشقهم للمناقشات الهادفة والطويلة وهذا ما يثير اهتمام المحيطين ويدفعهم لابراز فضولهم وتعلم كل ما هو مثير للاهتمام في هذه الحياة في العلاقات العاطفية فان مواليد برج الجوزاء يخرجون من شريكهم جانبه الفلسفي ويدفعونه لاذهار ما في داخله من ذكاء خاص لانه يريد ان يلحق بشريكه الذي يسبقه دائما بمراحل كبيرة في العلاقة مع الاصدقاء ان مقاربات مواليد برج الجوزاء تبث في المحيطين عقلية التحدي والتطور على مختلف الاصعدة برج السرطان ان اهم ما يميز مواليد برج السرطان لطافتهم الكبيرة وحساسيتهم المفرطة واخلاصهم مع جميع المحيطين بهم وبالتالي فهم قادرون على اخراج ما في داخل الاخرين من مودة ولطف وجعلهم يدركون ان اظهار الشخص لمشاعره هو دليل قوة الانسان لا دليل ضعفه في العلاقات العاطفية مواليد برج السرطان قادرون على اظهار الجانب الاكثر لطفا وحساسية لدى الشريك هذا ما يجعل قوته العاطفية تتطور وتزداد اما في العلاقة مع الاصدقاء فان مراعاة شعور الاخرين والاهتمام بهم سيتم تقديره من قبلهم وهذا ما سيدفع الاصدقاء للتصرف بمقاربات مشابهة لتصرفات السرطان برج الاسد يمتاز مواليد برج الاسد بحيويتهم وقوتهم التي تتحدى الجميع بهدف مواجهة المخاوف والعقبات والانتصار عليها ولذلك هم قادرون على اخراج القوة والشجاعة من شخصية المحيطين بهم هذا ما سيساعدهم على الدفاع عن انفسهم وعدم السقوط امام اصعب العقبات في حياتهم وفي العلاقات العاطفية كذلك فان مواليد هذا البرج يخرجون من الشريك شخصية المحارب ويجعلونه يتبنى مفهومهم الخاص في السعي بكل جد وقوة للنجاح في شتى الامور اما في علاقات الصداقة يخرج مواليد برج الاسد الحماسة من الاخرين ويبثون فيهم القوة والمحفزات التي تساعدهم على اتخاذ القرارات التي يترددون عادة قبل اتخاذها كما انهم يعلمون المحيط ان ابراز الانا ليس سيئا في جميع الحالات والمواقف بل انه قد يكون ضروريا ومفيدا في بعض الاحيان برج العذراء يعتبر مواليد برج العذراء من اكثر الاشخاص دقة بالاضافة الى امتلاكهم لصبر خرافي وبالخصوص اذا كان الامر متعلقا بالتخطيط الدقيقي للاهداف المرسومة ولذلك فهم يخرجون من الاخرين الانضباط والقوة لانهم اشخاص يملكون الكثير من التنظيم وحس المسئولية التي تجعل المحيطين بهم يعتمدون عليهم بشكل كبير وفي العلاقات العاطفية نجد ان مواليد هذا البرج قادرون على اخراج الجانب المنظم والطموح من شخصية الشريك مما يجعله قادرا على التعامل بكل فعالية مع كافة عقبات الحياة اما في العلاقة مع الاصدقاء فان مواليد هذا البرج يخرجون جمال الامور البسيطة من الاخرين لان هذا المحيط سيشعر مع مواليد العذراء باهمية هذه الامور البسيطة ومثاليتها برج الميزان يتميز مواليد برج الميزان بدبلوماسيتهم فلا يجرحون مشاعر اي شخص وينظرون طوال الوقت الى كامل الصورة لا الى جزء منها هذا ما يجعل المحيط يحبهم ويتعلم منهم المساواة والعدل والتماهي مع الجميع في العلاقات العاطفية مواليد هذا البرج يخرجون من الشريك جانبه الرومانسي ويلهمونه وجهة نظرهم القائمة على التوازن والحب وتجنب ظلم اي انسان اما في العلاقة مع الاصدقاء فسنجد ان مواليد برج الميزان ومن خلال اشعارهم الاصدقاء باهميتهم وقيمتهم الكبيرة فان هؤلاء الاصدقاء سيظهرون في المقابل كل الوفاء والديبلوماسية واللطف واصيانة مشاعر المحيط كما انهم سيتعرفون على طرق جديدة لرؤية المشاكل والعقبات من زوايا مختلفة وسيفكرون بشكل مطول ودائم بالاخرين وليس في انفسهم وحسب برج العقرب يملك مواليد برج العقرب شخصية قاسية وقوية ولكنها حساسة في ذات الوقت فيخرجون المرون من المحيطين بهم ويعلمونهم ان الحياة كما تحتاج للطافة في بعض الاحيان فهي بحاجة الى الشراسة في احيان اخرى وفي العلاقات العاطفية يخرج مواليد برج العقرب من الشريك جانبه الحسي العاطفي والمخلص وان يدرك بان علاقة الحب مبنية على فهم الشريك على حقيقته كما هو دون تجميل اما في علاقات الصداقة فان مواليد هذا البرج يخرجون الصراحة والصدق والمحبة من الاصدقاء كما انهم يعلمون المحيط كيفية اتخاذ القرارات الحاسمة بسرعة وبدون تردد لان لكل لحظة في هذه الحياة اهميتها برج القوس يمتلك مواليد برج القوس شخصية تعشق الحرية والمغامرات ولديهم عقل منفتح بشكل كبير ولذلك هم قادرون على اخراج الجانب الواقعي الصادق من الاخرين وهم يعلمونهم كيفية العيش في هذه الحياة الى اقصى الحدود واستغلال كامل طاقاتهم لتخطي كافة العقبات والمصاعب وخيبات الامل وفي العلاقات العاطفية يخرج مواليد هذا البرج من الشريك جانبه المرح اما في علاقات الصداقة فهم يخرجون الجانب الصريح والمرح ايضا من الاخر ليصبح اكثر قدرة على التعامل مع الحياة لانه سيدرك بانه يملك الادوات اللازمة لذلك برج الجدي ان مواليد برج الجدي من النوع الصامت الذي يعتمد على الافعال لا الاقوال لاثبات اي شيء فهم يخرجون من الاخرين جانبهم الاستراتيجي ويعلمونهم كيفية اختيار الاهداف المهمة والتخطيط لها وتنفيذها مستفيدين من كامل طاقاتهم وامكانياتهم وفي العلاقات العاطفية ولان مواليد هذا البرج اشخاص يمكن الاعتماد عليهم فهم سيخرجون من الشريك جانبه العملي ويعلمونه كيفية تكوين اقوى الروابط معهم اما على صعيد الصداقات فهم يخرجون من الاصدقاء جانبهم المنظم الجدي والمصمم لان مواليد برج الجدي يشكلون القدوة من ناحية التنظيم والنجاح العملي والحياة المستقرة والوصول الى الاهداف مهما بلغت الصعوبات برج الدلو يتميز مواليد برج الدلو بشخصيتهم المتمردة والفريدة من نوعها وهم قادرون على اخراج الجانب الانساني من المحيطين بهم وهم يعلمونهم ان الحياة لا تتمحور حول الشخص بذاته بل حول باقي الاشخاص الذين يواجهون اي شكل من اشكال الظلم وفي علاقاتهم العاطفية يخرج مواليد هذا البرج من شريكهم جانبه المثقف والانساني اما في علاقات الصداقة فهم يخرجون من الاصدقاء العقلية المنفتحة التي تتقبل الاخر كما هو وهم قادرون على جعل العالم مكانا افضل فهم سيحاربون كافة اشكال الظلم وسيهتمون بالاخرين وسيعلمون المحيطة بهم كيفية القيام بهذه الامور برج الحوت يعتبر مواليد برج الحوت من اكثر الاشخاص ابداعا ورومانسية ولطافة ولذلك فهم قادرون على اخراج اللطافة والمشاعر الانسانية من الاخرين وتعليمهم كيفية التعاطف مع الاخرين لأقصى الحدود في العلاقات العاطفية يخرج مواليد هذا البرج من الشريك جانبه المرهف والحساس اما على صعيد الصداقة فهم ومن خلال اظهار حبهم لاصدقائهم يخرجون منهم اكثر جوانبهم لطافة ويعلمونهم عدم تجاهل مشاعر الاخرين بغض النظر عن الحالة التي يكون عليها الشخص كانت هذه هي الطريقة التي يخرج مواليد كل برج اجمل ما يتسم به الاخرون قدمناها لكم من قناة ريوش تي في اكتبوا لنا في التعليقات ما هو البرج الذي تنتمون اليه وما رأيكم بما يقوله الفلك عنكم اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو ولا تنسى دعمنا بتسجيل الاعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فورا نشرها اما اذا اردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة امامك الان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر